بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يوضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وعلى ذريته كما صليت على آل إبراحيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراحيم إنك هميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطعي الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما أما بعد فإن أحسن الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون أجار لي الله وإياكم من النار ومن حال أهلها ثم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى وصية الله للأولين والآخرين وقال في محكم تنزيله وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اِبْتَقُوا اللَّهِ أيها المسلمون نحن في بيت من بيوت الله في مسجد من مساجد الله هذه البقاء من أطهر البقاء على وجه الأرض لا يؤبد فيها إلا الله وحده ولا يبعى فيها إلا الله وحده ولا يتقرب فيها إلا إلى الله وقال تعالى في محكم تنزيله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا كائنا من كان لا يدعى سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا لا يدعى في هذا المكان لا يؤبد في هذه البقاء الذي يؤبد ويستحق العبادة بكاملها العبادة كلها الله وحده جل جلاله هذه البقاء من فضائلها أنه لا يؤبد فيها إلا الله من أعظم فضائلها لنعلم أيها المسلمون أن الذين يعمرون هذه البقاء مساجد الله وبيوت الله إنما هم الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بالإيمان الكامل الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الموصفون بهذه السفات هم الذين يستحقون في إعمار هذه المساجد إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآية الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المحتدين سفة الإعمار سواء كان إعمارا مديا أو معنويا هذه السفة موصوفة على الناس الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بالإيمان سفة قاصرة على الموصوفين بها هي بيوت الله التي أدن الله سبحانه وتعالى أن ترفع ورفعها إعمارها سواء بالتشييد كما هي الحاد أو بالذكر والصلاة وتلاوة القرآن ونشر العلم الصحيح هي الرفع في هذه البقاء في بيوت أدن الله أن ترفع فيها ويتكر فيها اسمه يسبه له فيها بالغضو والعاصال رجال لا ترهيهم تجارة ولا بيء عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار أيها المسلمون إن فضل هذه المساجد فضل عظيم ثبت في الذكر الحكيم وفي سنة المطحرة قال النبي صلى الله عليه وسلم في هدث أبي هريرة عند مسلم حب البلاد إلى الله مساجدها حب البلاد إلى الله مساجدها وهذا الفضل يشمل من الذين يشيدون هذه المساجد ويقنونها ويرفعون فيها اسم الله بالذكر وإقام الصلاة قال صلى الله عليه وسلم فيما صحى في حديث صحيح البخاري ومسلم من بنى مسجداً يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة من بنى مسجداً يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة لا يقتصر بناء المساجد على من قام بماله فقط بل حتى الذي يقوم بتنظيفها وتطحيرها وتطييبها واحتمال بشؤونها ونشر العلم فيها والذكر وإقام الصلاة وغيرها من الأمور التي هي من أهم الأمور التي ترفع بها في هذه الأماكن لتعلموا قصة تلك التي قالت تقوم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من أجل الأعمال وبقى ذكرها في التاريخ وهو أمل قليل وأمل قليل في عيني وعينك ولكن عظيم عند الله سبحانه وتعالى فكيف بمن تفضل بماله فكيف من جاد بما عنده فكيف من أخرج ماله لوجه الله مخلصا ومبتغيا لهذا البناء لوجه الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من هذا المتبرع الذي أرسل ماله إلى هذه القرية هي قرية لم يكن مسجد في هذه القرية ولا معلم من معالم الإسلام المشهورة في هذه البلاد العامة لا يوجد شيء من هذا القبيل في هذه القرية ولكن بفضل الله ثم بجهد الدعات ثم بهؤلاء المتبرعين الذين يرسلون أموالهم إلى إخوان في إفريقيا لا يجمع بيننا وبينهم إلا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله أرسلوا أموالهم فجزاهم الله خيرا سواء كان المتبرع أو الذي كان وسيطا بين الأخ الشيخ داود والمتبرع الشيخ ماهر الأضوان حفظه الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجهد في ميزان حسنات وأن يتقبل منهم هذا القليل الذي هم يعتبرون قليل وهو عند الله عظيم وأن يكون هذا شاهدا لهم يوم القيامة وهجة لهم يوم القيامة أن هذه الأمانة وصلت وإن شاء الله نسأل الله سبحانه أن تبقى هذه الجهود صدقة جارية لهم ولأوليائهم ولجميع المسلمين موتاهم وأحيائهم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من كل من صاحم ولو بنصف كلمة ولو برأي ولو بشربة ماء ولو بأدنى شيء تقدم لإنشاء هذا المسجد أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرم أجره ولكل من شارك في افتتاع هذا المسجد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع وأن لا يحرمنا من أجر هذه الصدقة وأن تكون صدقة جارية لمن تبرأ بأرضه تبرأ بأرضه وهذه البقى تبرأها لله سبحانه وتعالى وأن يجعل هذا المسجد معلما من معالم الإسلام وأن ينشر فيها العلم الصحيح علم الكتاب والسنة وأن يكون باقية من بقاوى هذا الدين إن شاء الله وما ذلك على الله بأزيد أقول ما تسمعون استغفر الله ولسائر المسلمين استغفروه إنه غفور رحيم الحمد لله حمدًا يليكم وجلاله وعظيم سلطانه وصلى الله وسلم على رسوله وآله وصحبه ومن والاه وبعد إن جتئي الله جنرال سبحانه وتعالى إذن جمسي ما يهم منكم إن تريب الله جنرال سبحانه وتعالى وسرع أيباج منه إن جمسي ما يهم منهم إن جمسي ما يهم منه محمد صلى الله عليه وسلم جمه كيسا لهم وإذن دانقل صحباب ما كأله يا ربي يرلو ويا فوهي مسيب تتده بينجتئ الله جنرال سبحانه وتعالى هيا أودو نيالوما يتور ان نغاند اللتن اند حبو مير دادو جولر انتاواء نقوji اور Пيتدو نقوji دنقاند داكو دين الله سبحانه وتعالى فونك هي أودو عدون ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 سمع الله الله أكبر سمع الله سمع الله الله أكبر الله أكبر سمع الله سمع الله سمع الله